اشتركوا في القناة 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 بعيني. عم بحس في شيء مثل رمل بعيني. اضافة للحرقان وكذا وهاك. من لقى انه لما نفحص سطح العام نلاقي انه فيه دراي اي عم بتنشف سطح العام من وراء التحديق المستمر على الشاشة. صح. هلأ اكيد نحن هذه الوسائل التواصل ما فينا نستغني عنها. مشبورين. مشبورين فيها. بس بنفس الوقت بدنا ناخد نصائح. نتبعها بحياتنا اليومية لنخفف من هال المشاكل. وفينا حتى نلغي هالمشاكل اذا استخدمناها بطريقة صحيحة. يعني اذا منرجع لسنوات ماضي دكتور نبيه. حتى الاشخاص اللي كانوا يروحوا على العيد اللي عندك معا اولادهم. كنتوا تنصحون قد ما فيكن انه خففوا الاعداد الطويلة امام الشاشة. نتبهوا العيونكم كل هالتفاصيل. هلأ بالعكس الاهل عم بيصيروا عدوا اعدوا اعداد طويلة ودرسوا. وكل هالتفاصيل. فصاروا مرغم اخاك لابطل. اجباري. فاكر من هيك اليوم لازم يحصنوا حالهم. ومنك رح نستفيد بالارشادات لنقدر لكل اللي عم بيتابعونا يقعدوا يدرسوا يستغلوا هيدا الفترة التعليم عم بعد. بس بنفس الوقت محصنين وحلمين عيوننا. يكونوا بشكل آمن لعينه. مية بالمية. نحنا كمان اضرر ما رح يكون بس عالعين على الجسم كمان. في ناس عم تشكي من انه ما عم بيقدروا يناموا بالليل اضطرابات النوم. فمن وراء الاشعاعات انها بتفوت على على العين وعلى الجسم. من النصايح ان فينا نغطية للمشاهدين لتخفيف من هذا الضرر انها بيصير على العين. هو ابعاد الطالب او الطفل عن الشاشات الالكترونية بعد انتهاء اليوم التدريسي. يعني نحنا عم نلاحظ انه عم بيخلص اليوم التدريسي على الانلاين. بعد شوية عم بياخد بريك بالجيم. بعد ما يخلص الجيم عم بياخد بريك تشاته ورفقاته. يعني بعدنا على الشاشة. اكسبوجير كتير. تعرض كتير للاشعاع. فهذا كمان مؤذي للعين. من النصايح كمان فينا ناخد بريك بين الحصة الافتراضية عن ان لا تتعدى الحصة نص ساعة. في بعض المدارس ما عم بتراعي عيدا الموضوع. لازم ننتبه اكتر من نص ساعة بيكون تعرض شديد. لما نخلص الحصة الافتراضية مناخد رياحة بين الخمسة للعشر دقائق. بهذا الوقت لا استغل انا النصايح لأبعد الحدود. ابدا ما يرجع ينحمل الايباد او اللابتو بلاي نلعب اي جيم. صح. شو بيعمل بها ياخد اكتفيت تانية سبور. يعمل شي هيك يريحه. في يحضر تيفي لانه تيفي بعيد. بعيد. غير ما يكون الاشععة قريبة وبشكل مستمر. نحنا مع المشاهدين عم نشوف الصور ويمكن بكلامك بنصائح. لازم الجلوس. ممكن تقطع صورة قبل صورة. اي شيء. مهم نحنا منضمن الارشادات والنصايح اللي عم نعطيها. مية بالمية. هنا نشوف انه الجلوس الطالب بمكان اينارته جايدي. هذا شيء مهم. اينارة تكون قريبة لضو النهار. ولانه ضو النهار هو صحي اكتر من الاضاءات التانية. تمام. الاستخدام فينا نستخدم البلولايت فلتر. تمام. انه هو زازة بتخفف من الاشعاعات الزرقة المؤذية للعين. تمام. تعمل عدسات عاكسة لالاشعة الزرقة. اذا كان عنده جلاسز عم يلوس عوينات. نحط له اوشن انه هي بلولايت فلتر. بتخفف من الاشعاعات الزرقة. انه بتقزي شبكة العين. تمام. يعني هيده كمين للاهل بنقدر نقلهم انه يستخدموا. لالاهل يستخدموا. لانه يستخدموا. لانه متل ما عم نشوف بال. حتى عم نلاحظ هلأ انه ما بيكون عنده درجات. ممكن يحط زازة بلانو. يعني زازة فاضي. ما فيها درجات. بس يحط بس يحط الابشن هي بلولايت فلتر. تمام. ليخفف من هيده الاشعاعات. مية بالمية. وشو كمين بعد النصايح اللي بتعطيها. فينا نستخدم الكطرات العينية. نعم. انه بترتب العين. وهودي فينا نستخدمها على صحة السلامة اكيد مع الوصفة طبيب. طبيب. كرمال ما تكون فيها مواد تانية هي هي لازم تكون بس مرتبة للعين. اغماض العين لفترة خمسة لعشرة دقايق. ممكن تساعد بالنهار. يستخدمها على مرة مرتين بالنهار. يغمد عيونه لإراحة العضلات الداخلية بالعين. متل ما عم نشوف بهيد الصورة يعني بيقدروا يغمد عيونه. متل رياحة للعين. ما مننا ننسى تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات. متل ما منعرف الفيتامينات بتساعد على بالنظر وعلى إراحة العضلات كمان. فيه الفيتامين بي كومبلكس. كتير مهم للنظر موجود بالفواكه. موجود بسيمار البحر. بالأسماك. فينا نستخدم هايدي الأطعمين الصحية. مية بالمية. يعني قداش الغذاء بيلعب قصة كتير كبيرة. بالنظر والجسم كمان. مية بالمية. فقدي مهم ياخدوا كل الأكل اللي فيه فيتامينا بيه. نعم. وشو كمان بعد. هلأ هولي المصائح الأساسية. صح. مية بالمية. وقدي مهم النقطة اللي حضرتك ذكرت أنه يقعد بمكان إينارته جيدة. مشابهة للضو الطبيعي والنهار. وهي ده أغلاطة بنعملها دايما. يعني غير الطلاب حتى نحنا ممكن منطفي كل الغرفة. ومنحمل تليفوناتنا أو الآيباد. وهي ده الضو قديش عن جد عم يؤذينا. لأنه كتير معتم الغرفة. صح. الإينارة الجايدة كتير مهمة. التصفح الوسائل التواصل ليلا. هو مطفى الأضوية. هيدا مؤذي كتير للعين. لازم ننتبه مية بالمية. شو هن العوارد اللي ممكن تصير على الطالب أو على الولد الصغير. ما بيعرف يقول. يعني شو هن أكتر العوارد اللي ممكن تصير تكون عم تقول للأهل انتبهوا. هيدا الطفل. لأنه عم يقعد كتير فترة طويلة. عم تأزيلوا عينه. يعني ممكن يشتكل الطفل من صداع وجع بالرأس. ألم في الرأس. نعم. ممكن يقلك عيونه عم يوجعوه. عم ينشفه. عم يحس رمل بقلب عينه. هيدا نتيجة التحديق المستمر على الشاشات. نعم. ممكن يصير فيه اضطراب بالنوم. يصير ما ينام مظبوط. نعم. نتيجة الأشعة أنه عم بتفوت كل النهار على عينه. متل ما بنعرف في عنا هرمون اسمه الميلاتونين. هو أساسي للنوم. والإشعاعات بينفرز هيدا الهرمون لما يطلع الضو على الساعة خمسة. بينفرز هيدا الهرمون كرمال يحضر الجسم للاستيقاظ. فإذا كان فيه اضطراب بهيدا الهرمون نتيجة الأشعة عم بتفوت على العين. كمان بيتطرب نومه الطفل. حتى البالغ بيتطرب نومه. بيصير بده كمان. كرمال هيك للأهل اللي عم بتابعونا ويحسوا انه هيدا الولد عم بيعاني من هيدا العوارد اللي ذكرتها حضرتك. دغريت طبعوا الارشدات اللي يعني يعملولوا هيدا البيئة الحاضنة. لنقطع هيدا فكرة تعلم عن بعد على خير. وتكون عيونهم. سليمة. لنحكي بموضوع الأشخاص اللي صار عندهم مشاكل بالعيون. فشو العملية خلييني سميها لتصحيح النظر. أو عمليات يمكن تمان. عملية تصحيح النظر صارت عملية شائعة. نستخدمها كثير بطب العيون. الإنسان انه بده يخلص من الدرجات. ما بده يلبس كونتاكت لانس. ما بده يلبس غلاسي زعوينات. يلجأ لوسيلة تصحيح النظر. تصحيح النظر نوعين. في تصحيح النظر باستخدام الليزر. وفي باستخدام العدسات اللي فينا نزراعها جوات العين. أوكي. تصحيح النظر باستخدام الليزر هو الإنسان ان عنده درجات وسمكة قرنية تتناسب مع هالدرجات. لأنه في ناس ممكن نعملهم صورة لقرنية العين. نلاقي انه ما بينعمله لايزر. لايزر. لايزر لايزر اني بسموه بالعامية هي اسمه بي ار كي. بي ار كي ار كي هو اللي جراحة جراحة ريفركتف سورجوري. جراحة انكسارية بتصير عقرنية العين. اذا كانت سماكة القرنية بتتناسب مع الدرجات اني عنده اياهون. ممكن نعمله لايزر وبيخلص من درجاته. حتى بيسألونا كتير الاستيغماتيزم بيروحه كمان. الاستيغماتيزم بيروحوا بتصحيح النظر. يعني في ناس كتير دكتور نبيه ما بيحبو يعني ابدا لا يلبسوا عدسات لاصقة ولا حتى يلبسوا عوينات. فهي دول العمليات عم بتساعد هالاشخاص اللي يتخلصوا من النظرات. هي عملية ناشحة مية اذا عملت ضمن شروطة. من الشرط الاساسي انه ما يكونوا درجاته عم يتغيروا. مشان هكي من فضل اكيد اجبارة تكون فوق 18 سنة. وفي ناس بننطر عليهم للوحدة وعشرين بيكون بعضه نموون من انه سابت. لانه بتطلب انه يكون درجات ستيبل بالدرجات. ما بيتغير. مية بالمية. وهيدا العمر بيحدد هالشي لانه يمكن حضرتك ذكرت 18. مانطاعش. لانه يمكن بتستقر شوية اكتر. يستقر النمو. هلأ في ناس بتظل تكبر للوحدة وعشرين. مننطر عليهم لبعد الوحدة وعشرين. منعملون لازك. بالنسبة للناس انه ما بينعملون ليزك اور بي اكتر. انه ما بيناسبون يعني ما بيناسبون. فينا نلجأ لزرع العدسة داخل العين. اذا كانوا ما تحت الاربعين سنة. ممكن نحافظ على العدسة الطبيعية جوات العين. ونحط عدسة إصطناعية مع العدسة الطبيعية بيصيروا عدستان وبيصير يقدر يشوف بلا نظارات بالنسبة للناس أني فوق الأربعين سنة وأني بلشت المية الزرقة أني بنسمع فيها تتشكل ممكن هون نعمل عملية بإزالة الماء الزرقة يعني نشيل العدسة المغبشة ونحط عدسة إصطناعية بتحل محل العدسة المغبشة هون بيكون تفادى المية الزرقة أني بدا تصير وبإضافة ل يعني تخلص من النظارات الطبية نحن عم شوف مع المشاهدين الصور هذه صورة بتفرجينا العدسة الإصطناعية أني نحطها داخل العين هذه جراحة انكسارية مع زرع عدسة هذه غير الليزك والليزر اللي حكينا عنهم بالأول نعم وقلت على الأعمارين قبل شوية الأشخاص اللي بدون يعملوا ليزر أو ليزك أكيد بيصير في فحص كامل في أشخاص بيقدروا يعملوها في أشخاص ما بيقدروا يعملوها وبتنطر لها بعد 18 سنة بالنسبة لللي عم بتقول العملية هل فيه إلى عمر معين أو شروط معينة؟ عملية الزرع العدسة إذا كان منه مرشح جيد لجراحة الليزر وهو تحت الأربعين السنة ممكن نحط ندخل عدسة جوات العين وبتخليه يقدر يشوف من دون نظارات طبية 100% هون عم نشوف هيك هايدي جراحة الليزر إن هي هيدا تحضير المريض قبل العملية أكيد كله مدروس بطريقة إنه النجاحة 100% إذا كان هو مرشح جيد للعملية أكيد يعني بنعمل هالفحوصات كله وقدي التوب يتطور بطريقة إنه كل الأشخاص اللي بيخافوا يمكن بيقولولك لأ بتضلني عم بلبس عم بحكي لاتنين أنا الأول شيء اللي حكينا عنه إنه نعمل ليزك أو ليزر لا تفضل ضلني عم بلبس النظرات للعيونة إنه ولا روح أخذ على العملية فكتير سهل التوب صح هلأ نحنا هايدي بروسيدجور ما فيها ألم ولا إبري فيها بنج سطح سطحي يعني بنج موضعي بأطراط عينية ما منضطر نعمل إبري لنبنج العين المريض بيضله واعي بيضله شايف كل شيء قدامه بيتطلب إنه يركز معنا بالعملية كرمال ما يحرك عينه يمين وشمال والعملية سهلة عبارة عن ربع ساعة ربع ساعة بس بيكون قد أنقص حياته بي بيخلص شعور هو دائما بيحكونا تاني يوم عن شعور المريض إنه صار له سنين بيلبس العوينات بفيق تاني يوم بالعوينات بالضبط وبعدين بيقدر يكمل حياته بشكل طبيعي يعني ولا بيرتاح فترة منعطيه منوصف له على أطراط مرتبة للعين حسب كل شخص فيه ناس شهر زمان بيكون كافي فيه ناس بيضلون لثلاثة شهر مع فيتامينات كرمال سطح العين يضلوا مرتب لأنه هي بتخلي يصير في عنا جفاف خفيف نعم بسطح العين الناس إنه عندهم استعداد لجفاف العين كتير نطول أكتر بأطراط المرتبة للعين معهم مية بالمية وللأشخاص اللي خضعوا لزراعة العدسات الإصطناعية فاليوم كمان هين كتير بدنا نطمنهم بروسيدجر كتير البروسيدجر أطول من الليزك كفترة بس كمان عملية سهلة كمان تحت البنج الموضعي ما بد بنج عام لنعملها وما في قلم هيدا أهم شيء ما في قلم ونتيجتها سريعة يعني بعد ما يخلص العملية بيكون بلش يشوف بالنسبة للليزك اللي كنا عم نحكي عنها نتيجة النظر فيها يعني أول يوم تسعين بالمية كأنه لابس من عوينات وتاني يوم بيبلش تسعة وتسعين بالمية لنكون دقيقين والواحد بالمية بتتكمل على تقريبا شهر زمان من الأشخاص اللي بيخضعوا لعملية ليزك أو ليزر دكتور نبيه ممكن مع الوقت وبتعرف بعدنا يعني نرجع لموضوعنا الأساسي يمكن وقت يقعد فترة كتير طويلة على الشاشة التلفزة خلينا نقول إذا كان هل قدي قريب أو اللابتوب آيباد إلى آخره تلفون ممكن يرجع يضرر نظره هذا السؤال من نسأله كتير إنه بيروجعه السؤال بيروجعه لدرجات الدرجات أني بتنشال اليوم ما بترجع ما بترجع إذا كان ستيبل يعني درجاته مستقرة عملية الليزك لازم تضاينه كل الحياة هذه العملية الناشحة المية بالمية بيصير في عنا رجوع للدرجات بحالة وحدة هني ما بيرجعوا بيتشكل عنده درجات جداد بيكون منه درجاته مستقرين يعني مثل أي شخص طبيعي عادة ما كان عنده مشاكل بعينه وبعد فترة صار عنده مشكلة يعني إذا منا نحكيها بالعامية بيرجع من بطن كأنه خلقان من بطن أمه من دون درجات مية بالمية في الناس بعد الأربعين سنة كلنا أنا وإنتي والكل بيصير عنا للقريب اللي هو بنصير مننا نربس عوينات مساعدة للقريب هايدي ما خاصة بالليزك وبالليزر يعني شخص ما بيكون خاطع لهيدا العملية بعد الأربعين بيتراجع نظر عن قرب وإني عامل ليزك كمان نفس الشي ففي ناس بتخلط أوقات بيناتهم بيقلك إنه أنا صار رجعوا الدرجات هو لأ صار عنده شيء اسمه بريس بايوبيا إنه هو الضعف عن قريب وإني هيدا نتيجة الجفاف بعدسة العين بطل تقدر تعمل زوم فيه ناس بيقدروا ما زال حضرتك ذكرت العمر يعني بعد الأربعين يعملوا وقاية ما قبل يصيروا بالأربعين لا بس نصل للأربعين وبعدها ما نصير ننزعج بالنظر عن قريب الوقاية رح تكون مثلا مثل الفيتامينات إنه بتغزي الشبكة لتظل العين سليمة ممكن بتتأخر للناس إنه بيأخذوا فيتامينات وبيشربوا سوائل موضوع القريب لأنه هي عبارة عن جفاف بهالعدسة بس هيدا الجفاف بالعدسة بدو يصير بدو يصير عند كل الناس بدو يصير طبيعا مثل ما يمكن بحلقة سابقة أنا وحضرتك عملنا حلقة عن الماء الزرقى وبتذكر قلت كلمة إنه كلنا يمكن عنا الماء الزرقى بس حسب درجات خفيفة درجة خفيفة لعمر معين بتلاقي حتما بدك توصلى بعدك تتذكر أكيد حلقة كانت رائعة جدا مثل أهمية هيدا الحلقة دكتور نبيها أكيد في سؤال كتير مهم كمان في أشخاص كتير بيحبوا يعرفوا في ناس بيكون عندهم درجة كتير بسيطة يعني درجة كتير خفيفة وبس برضو مزعجين ما بدون نبسوا عمينت ما بدون نبسوا عدسة لاصقة فينا نعمل عملية ليزر أو ليزك في درجات معينة في درجات معينة هلأ السؤال كتير مهم نحن عادة الدرجات والانزعاج هي بتختلف بين شخص وشخص في ناس بيكون عندهم درجتان وما حاسين فيهم بيقلك أنه أنا بتابع حياتي اليومية عادة ورغم أنه عنده درجتان في ناس عندهم ثلاثة اربعة درجة لنص درجة بس بزعجوا مظبوط إذا كانت سماكة القرنية منيحة نعمل صورة بمطلب صورة قبل ومن النص درجة تقريباً وطلوع فينا نعمل عملية تمام يعني يعملوا الفحص ويشوفوا هل السماكة حسب كل عين أما إذا في حال السماكة على الحفة في ناس نص درجة ما بيقدروا يشيلون منقلهم أنتوا ما تعملوا شيء منفكر ببروستيجورتين مية بالمية الويب سايت الخاص بكل حدا هيك الخاص فيك دكتور نبيه بقدر يفوتوا يشوفوا كل شيء يقروا يتثقفوا يعملوا وقايا للعين ويضعوا مكتوب بالويب سايت عن كل هذا كل التفاصيل وكل المشاكل ممكن يتعرض لإلا الشخص بعينه أنا بدأ أشكرك لحضورك معنا شكرا لكم وبدأ أشكرك لأهمية هذا الموضوع اللي كتير مهم هيك كلمة أخيرة لكل الطلاب شو بتقلهم؟ نحنا بدنا نستخدم الوسائل للتواصل مضطرين نعم بس ما كمان منا نقزي عيوننا مصبوط كرمال هيك بدنا نستخدمهم بشكل آمن وسليم لحتى نحم عيوننا أدمى فينا أنا أشكرك أهلا وسهلا فيك معنا دكتور نبيه شامس اختصاص في أمراض وجراحة العين جراحة الماء الزرقاء وتصحيح النظر ليزك وأيضا طبيب محاضر في كلية الطب جامعة بيروت العربية شرفتنا وشكرا لحضورك مشاهدينا لهون نكون وصلنا لختم هذه الحلقة من شي جديد معادنا بتجدد معكم بكرة بنفس الموعد فكونوا كتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة